طيب إحنا زي خلاص أنا قلت لكم إحنا في دمياط فأنا مش عايز أطيل عليكم بمقدمات طويلة والإسهاب في القول والكلام والجمل والمترادفات والحواديث وما إلى ذلك لأنه تاني هرجع أقولك بانحيازاتي إلي فيها 50% من تكويني دمياطي بس أنا انحيازي جي 5-9-9-10 دمياط جدا خلوني أرحب هو باللغة العربية هتقول كده محافظ محافظة دمياط دكتور منال عوض إزاي الصحة؟ إزاي حضرتك كله تمام؟ أهلا بكم في دمياط كم سنة كده في دمياط دكتور؟ 3-5 3-5 ده يعني معدودين بالتمام وبالكمال ليه خدتي قرار تشيلي المهمة دي؟ حضرتك أول وحدة في مصر تتولى هذا المنصب لا أنا تاني واحدة تاني واحدة؟ تاني واحدة ليه شلتي المهمة؟ هو طبعا هي قبل ما أكون محافظة دمياط أنا كنت نائب محافظة جيزة فكان عندي أربع سنين تمهيد الموضوع ده يعني فما استغربتش برضه في موضوع أن أنا أكون محافظة وبعدين هي مسئولية زي أي مسئولية شغل زي أي شغل يعني يعني يمكن فيه ناس تقولي يعني هل شغلة محافظ دي هي مخصوص بس للرجالة؟ أقولهم لا أبدا أنا محسيتش بكده خالص ومعدش فيه حاجة دلوقتي اسمها أن فيه شغلانة قصرة على الرجالة يعني ما تصدقش الكلام ده لا إحنا نقدر نتشغل أي حاجة إثبتت أنها تقدر تشغل أي حاجة فمسئولية أنا يعني الكده السياسية يعني شرفتني بمسئولية زي دي وأنا بقدر طبعا المسئولية دي وبشكر كتير سيادة الرئيس على المهم كتير اللي ادعها للمرأة والاهتمام بتمكين المرأة والوظيفة الكبيرة اللي ادعها لنا وكان لازم نثبت وجودنا ونثبت أن احنا قد المسئولية اللي سيادة الرئيس ادعها لنا أنا أقدر أقول أنه دميات مسئولات قيلة لأنه دميات مليانة تفاصيل يعني أكتر من رافض اقتصادي فدايما المسئولية بتاعت إنه يبقى عندي مدينة مشهورة بصناعة ما أو بتجارة ما ماشي بس آجي محافظة فيها 3, 4, 5, 6 صناعات وأنواع تجارة ورافض اقتصادية مختلفة فعش كده أقولك هي المسئولية بتاعت الدميات مختلفة حابتين عن مسئولية محافظات تانية كتير ولا أنا غلطان هي ميزة مش هيب على فكرة حلو لأن أولاً أنت بتلاقي طرق كتير للتنمية بتفتح لك أفاق كتير لأفكار جديدة بتساعد في تطور ونمو وحاجات كتيرة كمان اللي زي ما حدرك بطول كده ما بيبقوا شغالين في كذا حاجة أو مهتمين بال وفعلاً أننا بيحبوا العمل جداً أوي ما حدش يقدر يعيش من غير ما يشتغل ولو عايش من غير ما يشتغل بتبقى نفسيته تعبانة جداً فلما يبقى فيه شعب زي ده يبقى شعب حلو أن أنت تتشتغل معاه أو تخدم معاه لأنه هو مش فاضي مش غويين قعاد في البيت مش بيساعدوك لو أنت عملت أي مشروع أنه هم يقوموا المشروع ده عندهم من جواهم حافظ على طول أنه هم يبقوا نكحين ده على مستوى كمان حتى المجموعة اللي حوالينا تشتغل معانا في الإدارة يعني بقى ده هم شاطرين عايزين يفهموا عايزين يشتغلوا عايزين دايماً يخلوا بلدهم أحسن حاجة لما بيكون في مشروع جديد أو مثلاً تكون الكده السياسية منحتنا مثلاً مشروع قومي كويس أو ديتنا فرصة أن نعمل مشروع كلهم عايزين ينجحوه كلهم عايزين يبقى صورته كويسة في وسط المحافظات كلها فدي حاجة كويسة بتساعدني مش حاجة تتعبني يعني دمها وضميات صلاحة كمان بتتحطى على خريطتين على الميتين واحدة في تصدير الغاز المسال وخريطة تانية المتعلقة بمدينة الأساس ودي هنقعد نتكلم عليها شويتين بس أنا عايز الأول أبدأ في إنه تلاتين ونص دول دكتور مانعل عملت حاجات كتير جداً في ضميات بالتأكيد باق معاونة فريق وناس كتير اشتغلت على ده عايز أبدأ بس الأول باق جمع عمر بن العاص وكنيسة المزاحم الحاجات اللي إزاي كده إيه اللي حصل هو مبدئياً يعني هي في نهضة يعني كبيرة على مستوى الدولة المصرية كلها في تطوير الأثار والاكتمام بالتراث المصري ففي عندنا كذا أثر موجودين عندنا زي جامع عمر بن العاص وجامع عمر بن العاص ده كان معمول في سنة 21 هجرياً وعلى غرار جامع عمر بن العاص اللي موجود في الكاهرة اللي هو جامع عبو المعاطي؟ ولا جامع عمر بن العاص اللي هنا؟ عمر بن العاص عمر بن العاص اللي موجود في الكاهرة نفس الشكل نفس الشكل ونفس الدزاين والرسومات اللي فيه كله هو طبعا التعاد تاني ترميمه في 2007 وفيه ده موجود في دميات القديمة طبعا بيزوروا الناس بيجينا زوار من كل المحافظات فيه كمان كنيسة ماري جيرجس المزاحم ودي كنيسة موجودة برضو الشرع عبد الرحمن في دميات القديمة وطبعا فيه اهتمام كبير من الدولة بان احنا نبدأ نهتم بكل الاثار اللي تبع كل المعتقدات يعني لان طبعا دولة مواطنة فالمفروض ان احنا بنطور كل الاثار كبطية يهودية اسلامية ففيه برضو تطوير حصل للكنيسة دي وكنيسة مسمى بالاسم ده لان يوجد فيها جزء من جسد القديس ماري جيرجس المزاحم وبيجي لها برضو رحلات من كل المحافظات وهي تعملت في الكارن 16 وبرضو حصل لها ترميم كذا مرة واخيرها كان سنة 2007 برضو طيب كويس جدا انا يمكن باعتبر ان احنا موجودين هنا في لوكاندة المحافظة زمان وزا انا كنت بقول انه من غير ما هقول الاسم بتاع الشركة التي تدير احنا بنسميه فندق لسان حلو قوي طول عمرنا فندق اللسان فها عندنا الشركة القبضة وزا تقطع الاعمال العام والمحافظة فعملتوا تجربة انا بشوفها مغامرة اول اوتيل في الدلتا عملتوا كده ليه هو طبعا الاوتيل كان موجوزة ما حداك بتقول كده كنا بسميينه لوكاندة المحافظة وده كان موجود من ايام المحافظة الاسبك الدكتور فتح البرادعي كان عمله اوتيل بس كان المبنى فضل زي مشروع يعني متعسر من الفين وتسعة تاريخ فلما بعد الثورة بقى حصل في استقرار فاكرنا انه طبعا هو موقع فريد جدا عنده ملتقى النيل بالبحر ده موقع ده موزهل ده موجود في العالم موزهل بقى زي ما حداك بتشوف كده غير خالص معالم راس البر وبقى غير حتى رواد راس البر نفسهم الاوتيل تم افتتاحه في سيات الرئيس افتتاحه في نهاية الفين وتسعة تاشر الاوتيل عليه ضغط كبير جدا عليه طبعا كان صعب او انك في دلتا كلها تلاقي اوتيل خمس نجوم تعمل فيه فرح او تبيع بيجيله زيارات ورحلات من كل الاماكن من برضه من كان من ضم التحديات اللي بتقابلنا في راس البر يعني لاسر برضه راس البر على انها مدينة سياحية كبيرة كان فيها كم تحدي كده او اول ما جئت حسيت ان هو تحدي بالنسبة لي عايزين نخلص من اهم التحديات اللي كانت موجودة فيها ان انت مثلا باعة جائلين موجودين في الشارع النيل على طول الوقت وفرشين في الشارع النيل كله وشارع النيل ده من اهم الشوارع اللي موجودة وهو الممشى اللي بتوصل منه للسان اللي كل الزائرين الموجودين في المحافظة لازم يكونوا موجودين فاعملنا سوق حضاري موجود هنا على شارع النيل وسوق حضاري تاني موجود على البحر برضه في شارع واحد وخمسين عشان نقضي على صاهرة البعاء الجائلين دي خالص الحاجة التانية من برضه التحديات اللي قابلتنا كانت عشش موجودة في قرية الصيادين دي موجودة في راس البر ويعني كنت مدينة السياحية وفيها عشش وفيها عشوائيات وغير امنا كمان فدلوقتي العشش دي تهدت كلها وبقى فيه دلوقتي عن النيلة 12 عمرة سكننا فيهم أصحاب المواطنين اللي كانوا عايشين في العشش عملنا لهم مش بس كده عملنا لهم ممشى عملنا لهم برجولات عملنا لهم لندس كيف فبقى منطقة جميلة جدا على النيل التحدي التالت اللي كان موجود انه وانت بتتمشى على اللسان كان بيبقى على الصيد التاني قدامك مدينة عزبتو البرج دي كانت البيوت عشوائية بيوت كلها بالطوب الأحمر فجاب يعني فكرت في فكرة كده ان احنا نعملها مدينة ملونة شفتها اه يعني منها نغير المعالم بتاعتها وتبقى زي هوية كده لمدينة راس البر اللي ما حتى تطلع حتى في صور او حاجة ساعة الناس تقول لي هي دي مثلا مينة في طاليا دي فبتبن مع المراكب مع النيل شكلها جميل جدا شكلها مزهل انا الصبح بدري ببقى ان انا يعني جاي من من بعد منتصف الليل بقليل فالمشهد المبهر بالنسبالي خروج المراكب من النيل ومشي قدامي كده 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 وتخرج من اللسان هب بقت في البحر والبيوت بتاعت عزبة البرج ملونة فانقعد اللي هو ايه المشهد ده كميلة رائع كانت من ضم التحديات برضو كمان الاشكال المختلفة والعشوائية للكافتريات والمطاعم اللي موجودة في اسواق راس البر فقلنا ان احنا نعملها شكل موحد بواكهة موحدة واكهة خشبية كده علشان تدل على ان احنا بضمغة يعني بلد الاساس كله طبعا فعملنا لها شكل موحد اللي هو الشكل الخشبي ده وكلها على صف واحد وكلها بنفس الوجهة ويعني غيرنا بقى كده من اعتبر غيرنا كتير من ملامح راس البر كمان من برضو التحديات اللي كان بتقابلنا كسافة العربيات اللي بتبقى موجودة في الصيف لان عندك في الصيف ممكن يبقى في الويك اند مثلا عندك اتنين مليون مواطن في راس البر الوحدة ما شاء الله يعني اكتر من عدد سكان محافظة الضميات كلها فكان العربيات بتبقى ممكن توصل للصف ثالث وتبقى كل وقافة الشارع كلها مقفولة طب حالته ازاي دي عملنا خصصنا الصحات كان عندنا اماكن فيها مباني متهلكة اماكن فيها حاجات ممكن استغنى عنها يعني هدنا كل الاماكن دي ووضبنا لصحات علشان نعملها لركنة العربيات ان شاء الله في الصف اللي جاي ساحة الانتظار العربيات يعني فيه بقى صحات تانية عملناها لان برضو كان من التحديات اللي موجودة اللي هي رحلات اليوم الواحد رحلات اليوم الواحد كانت بتاعم بتبقى عندي شكاوي عدد شكاوي مهول من سكان راس البر لوجود المكروباس اللي جاي رحلة يوم من اولو الاخر بتبقى موجود تحت الفيلال اللي موجودة في راس البر او موجودة على الرمل بتاع البلاج نفسه فبيبقى فيه بقى صوت واكله شربه رحلة بقى فطبعا ده بيعمل ازعاج جدا للمواطنين اللي موجودين فاحنا اخترنا ان احنا يكون عندنا ساحة في مدخل راس البر جبيرة جدا الساحة دي تنقعد فيها المكروباس اللي جاي بالرحلات بتاعت اليوم الواحد وبناخد احنا الافراد اللي موجودة في الرحلة وبنوصلها للاماكن اللي هي عايزوا عن طريق الطفطف احنا عندنا عدد من الطفطف الطفطف لسه موجود؟ اه لسه موجود انا هي مركبة الطفطف ده فوت فولتي بيشتغل في الصيف طبعا احنا عندنا عدد كتير من الطفاطف موجود في مدينة راس البر ياخد بقى هو المواطنين يوصلهم للبحر او يوصلهم بيبقى له محطات يعني بيمشي على النيل بيمشي على البحر فده بيبقى اسهل شوية ومبقاش فيه ازعاج كتير للمواطنين اللي ساكنين لان انا على الفكرة راس البر هي مش مصطفين بس هي فيه سكان كتير عايشين في راس البر انا نلاحظ لان احنا هو يعني عملية احنا لسه مدخلناش موسم صيف فانا شايف انه اللي كنا بنسميها زمان عايشة يعني بقيت فيلال حاجة شيكة خالص لا ساكنة وناسوا موجودة وخلاص بقيت حياة يعني هو فيه سكان كتير جدا من مدينة دميات القديمة بقوا عايشين دلوقتي في راس البر سابوا دميات وعاشوا في راس البر ودي تجريبة على فكرة غريبة جدا انه مدينة مصيفية تتحول الى مدينة صحية طول السنة فعلا يعني كان في سنة السحل الشمالي زمان يحصل كده لحد مجلسيات الرئيس وقرر يعمل العالمين الجديدة عشان تتحول لكده تبقى مدينة شغالة طول السنة فراس البر سابقى برضو راس البر على فكرة مميزة جدا مميزة في التخطيط وفي النظام بتاعها يعني ممكن يعني فكرة راس البر خدت سنتين على التوالي جايزة التميز الحكومي لان هي لو حضرتك تلاحظ يعني ان هي كلها شوارع كلها شوارع متقطعة ومتعرضة على شكل مربع متأسل مربعات صغيرة نهايته كده نين نهايته كده بحر فالنظام ده والتخطيط الجميل ده مش موجود كتير في مدن كتيرة يعني فطبعا هي مميزة جدا فكان بس يعني في حاجات تحديات بسيطة كده بنقدر نبص عليها ونتغلب عليها عشان نخليها مميزة يعني فيه كمان ممشا اللسان اللي موجود في بعد القتيل هنا ممشا اللسان ده متهالك جدا وبدأ يعني يتساقط منه بعض الأسوار وكده فاحنا دلوقتي بنطوره داخل مشروع كبير قوي هنعمل ممشا لسان حديث يعني ومطور بدأنا فيه دلوقتي عظيم جدا طبعا أنا مش عاوز قوني هذا اللقاء قبل ما أتكلم بقى على صناعة الأساس فضوميات والتطور اللي بيحصل ومدينة الأساس اللي اتفتح الترسمي بحضور رئيس الجمهورية 2019 حظي الحلو إن أنا اتعزمت وجيت وحظي الأحلى إن أنا شفت التطور اللي حصل لحد سنة 22 لكن الأحلى والأحلى إنه سيادة المحافظة هي اللي هتقولي هو فيه إرادة قوية للقيادة السياسية إن هي ترجع صناعة الأساس سابق عادتها يعني بس ده طبعا معاه لازم بقى فيه برضو إجراءات من الإجراءات اللي كانت موجودة إن هو افتتاح مدينة دميات الأساس اللي أحزاب حد رجب تقول كده افتتحناها في نهاية 2019 مدينة دميات الأساس ده كيان صناعي كبير جدا يمكن يعتبر أكبر مكان صناعي على مستوى الشرق الأوسط بدأنا إنه نفكر نشوف إيه هو معاوقات صناعة الأساس فيه معاوقات فعلا موجودة وبنحلها زي مثلا استراد المادة الخام دي معاوق مثلا بيقابل الصناع الحاجة التانية إنه هو فيه استراد لممتجات مختلفة من بلاد تانية زي الصين وغيره فده شوية أثر على صناعة الأساس في دميات فكان مدينة دميات الأساس بقى معمولة عشان نعالج بعض المشاكل دي حصل دلوقتي إنه إحنا فيه ورش كتير فتحت حوالي 450 ورشة موجودين دلوقتي شغالين مفروض إنه تخطيط مدينة دميات الأساس إنه يبقى فيه منطقة صناعية كبيرة للمصانع كبيرة وفيه منطقة استثمارية لبنوك لقطيل لقاعة مؤتمرات لمول أو شورومزة يعني كبيرة الجميل كمان بقى إنه إحنا جبنا منحة من إيطاليا إنه إحنا نعمل مدرسة تعليم فني لصناعة الأساس مش بس صناعة الأساس ضفنا لها كمان ميكانيكا السفن ده يعني دولي حاجتين المميزين في دميات مع تبريد وتكييف ده كانوا تلات حاجات يعني فطبعا هو إنه عشان تبدأ تتعلم صناعة الأساس بقى صح تعليم صح بقى يعني مش الحاجة الفطرية بقى لأن صناعة الأساس بردو بقى لها فيها ليها أفكار تانية جديدة دلوقتي وطورت كتير قوي فالتصميم مشكلة التسويق إزا نسوي إزا نصمم بردو الحد ما تفتح المدرسة يعني بدأ يشتغلوا فيها بس إحنا عملنا برضو مركز تصميم في مدينة دميات للأساس مركز تصميم ده مع جامعة دميات كلية فنون تطبيقية بتساعد الصغار الصناعة الموجودين عندنا أنهم يعلمهم إزاي يصمموا أو لو شايفوا حاجة على النت إزاي يقدر يطلحها ويخليها واقع بقى كمان عندنا مركز تكنولوجي هناك مركز تكنولوجي ده بيئيس الجودة بتاعة المنتج شوفت عنده مكان يئيس الجودة للمنتجات وده برضو شاركة فيه وزارة الصناعة في المدينة الحاجة كمان إحنا عاملين معارض دائم بدأنا برضو مع المدينة الدميات للأساس بنطلع دلوقتي المنتج الدمياتي في كل المحافظات يعني بدأنا نعمل معارض في أطفاء السيود في المينيا في قاهرة في كل المحافظات علشان نعرف الناس في كل المحافظات بالمنتج الدمياتي وصناعة الأساس في الدميات دكتور منال اللي بتريده كلام كله بالنسبة لي مزيكة وانا لو علي عاوز نقعد نتكلم لحد الصبح على الدميات وعايز عاوز أتكلم معدك على خمس تلاف مليون محور يعني دميات مليانة لكن الأمر اللي لا دايما فيه وقت محدد ودايما زمال يقولي ده عامن الوقت وبفضل مش عارف ايه هستأذن في أن احنا هنوني اللقاء عند النقطة دي إلا أنه هستأذن أنه إحنا لازم نتقابل تانين نتكلم أكتر على حاجات لسه ما تكلمناش عليها في دميات فخيني الأول أشكرك جدا 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 شكرا لحظة ونشكر كم المجهودة اللي تبزل في دميات خلال الثلاث سنين ونص اللي فاته دكتور منال أنا تشرفت شكرا لك شكرا وهنكمل الكلام شكرا لكم